بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه سبحانه وتعالى ينعم على الناس بنعم كثيرة وفيرة عظيمة لا يعدها ولا يحصيها أحد نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا عد لها ولا حصر لها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعم الله عز وجل على الإنسان يتقلب فيها ويتنعم فيها كل يوم بين الحين والآخر وفي كل لحظة يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى والإنسان لا يدرك حقيقة النعمة إلا إذا حرم منها لا يدرك حقيقة أي نعمة إلا من حرمه الله سبحانه وتعالى من هذه النعمة دوما الإنسان وهو يستخدم نعم الله سبحانه وتعالى عليه قد لا يشعر بقيمة هذه النعمة إلا إذا قدر الله عز وجل أن يحرمه من تلك النعمة لذلك يرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى السبيل وإلى الطريق الذي به يبارك به في تلك النعم بل ويزيدها سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ شكر النعم يزيد النعم شكر النعم في حد ذاته نعمة تستوجب منك أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها أن الله عز وجل وفقك لأن تشكره ولأن تتلفظ بعبارات فيها ثناء وفيها اعتراف بحق الله سبحانه وتعالى عليك لا شك أن تلك نعمة تستحق أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها الشكر قد يلتبس الأمر أحيانا مع بعض الناس بينه وبين الحمد الحمد أعم من الشكر الحمد يكون على النعمة وعلى غير النعمة لكن الشكر هو خاص بالنعم وفقط تشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك وإن جحت نعم الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى سمى ذلك كفراً وليس المقصود به الكفر الخروج من الملة لكن المقصود بهذا اللفظ الجحود وإنكار وعدم اعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى إن شكرت الله سبحانه وتعالى على تلك النعم فالله عز وجل يبارك لك فيها وشكر كل نعمة بحسبها شكر كل نعمة بأن تستخدمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى شكر ليس معناه أنك تقول الحمد لله أو أنك تشكر الله سبحانه وتعالى بعبارات أو كلمات أو نحو ذلك الأمر أهم من هذا الشكر على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى أعطاك من المال شكر هذه النعمة أنك تنفقه في حلال وتكسبه من الحلال لذلك الإنسان يقف أمام الله سبحانه وتعالى ولن يتحرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بها هذه النعمة معك لتستخدمها فيما يرضي الله عز وجل ولا تستخدمها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ولا في غير ما أراد الله عز وجل كل نعمة بالمعنى الحرفي للكلمة نعمة البصر نعمة السمع كل جوارحك نعمة ستسأل عنها وستسأل فيما استخدمت هذه النعم وفيما فعلت فيها وفيما أتلفتها أو ضيعتها أو قصرت في حفظها هذه النعم أنت مسؤول ومحاسب عليها شكر النعم الشيطان في غوايته للإنسان يريد أن يصرف الإنسان ويريد أن يصرف المسلمين عن شكرهم لنعم الله سبحانه وتعالى عليهم قال الله عز وجل عن ذلك على لسان الشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فالغاية من غواية الشيطان أنه يصرفك عن شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك أنت دوما تتقلب في هذه الحياة بين حالتين لا ثالث لهما إما أن تكون في نعمة وإما أن تكون في نقمة إن كنت في نعمة فاشكر الله سبحانه وتعالى على تلك النعمة وإن كنت في نقمة أو في بلاء فاصبر على هذا البلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالصبر والشكر حالان يتقلب بينهما الإنسان والشاكرون هؤلاء هم المؤمنون الذي يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه هذه من علامات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه واصفا الشاكرين بأنهم من المؤمنين ومن شكر الله عز وجل على النعم أن تشكر الناس الذين أجرى الله عز وجل الخير على أيديهم لك لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس فشكر الناس من شكر الله سبحانه وتعالى اعترف بكل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك واستخدمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى واغتنم تلك النعم في مرضات الله عز وجل وفي قربك من الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الشاكرين من الحامدين من الصابرين وأن ينعم علينا بكل خير وفير مبارك فيه اللهم آمين نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته